في الويك اند أقيم حفل توزيع جوائز مهرجان التمييز والجودة في دورته التمنى في إحدى الفنادق القبرة في القاهرة وطبعاً برئاسة الأستاذ مرسال إبراهيم اللي تكلم عن التحديات اللي واجهته وإيه طبعاً اللي ميز الدورة دي هو فيه صعوبات طبعاً بس هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى طبعاً دايماً المؤتمر بتنطلق طاقته منطقة فريدة بتكتشف الشخصيات المتميزة العظيمة أو بتدعم الشخصيات المتميزة العظيمة وتقدرها بالأعمال البسيطة اللي لازم نبينها زي الطفلة نور ميك دي بتتكلم عن جسم الإنسان في ست سنين لأن دايماً الأطفال هم الروتس بتاعنا زي تكامل بين الأمور وبعضها وطبعاً تم تكريم كمان عدد كبير من نجوم الفن زي يسرى ونلي كريم وجمال سليمان وباس الخياط ولبليبا وجمال مراد اللي أهدتهم طبعاً أهدت التكريم لوالدتها اللي دايماً بتدعمها في مسيرتها وهني سلامة كمان كان من ضمن المكرمين اللي أهدت تكريم للنجوم اللي رحلوا عن عالمنا مؤقراً وإحنا طبعاً كنا هناك وقابلناه أنا بشكو طبعاً أستاذ مرسال على التكريم وكل من ساهم في التكريم ده وأتمنى يا رب أن أنا أفضل عند حزن ظن المتفرج دائماً وأبدنا إن شاء الله هاني سلامة أهدت تكريم لروح يوسف شعبان وأحلام الجريتلي ورح نشوف هاني سلامة بالموسم الرمضاني بمسلسل بين السماء والأرض يلي بتشارك بطولة الدرة وغادة عادل وغيرهم الكثار من النجوم وقصة العمل مأخوذة عن رواية الأديب نجيب محفوظ اللي سبق وتم تقديمها من خلال فيلم كمان حمل نفس الاسم معالجة مختلفة شوية وأتمنى أن هي تعجب الناس أنا مش عايزة أعود أتكلم في تفاصيلها فيه شوية حاجات طبعاً خطوط زي اللي كانت موجودة في الفيلم إنما فيه خطوط أخرى برضو مالهاش علاقة بالفيلم يعني وبين السماء والأرض راح يتابع الجمهور على مدى 15 حلقة بعد ما قررت شركة سينيرجي إنها تكون بها الخطوة في رمضان بسلطة ظروف العامة اللي بنعيشها أفضل كتير إقاع أسرع وأنا شايف إن الحدوتة بتاعتنا يعني يعني 15 حلقة فيها هو ده يعني زي ما بيقولوا كده يعني تبهى أو على قدها يعني ومع شركة سينيرجي بدأت جمانا مراد تصوير مسلسل اجتماعي جديد بعنوان مش هنفرح بيكي اللي راح ينعرض خارج موسم رمضان والله ما اقتنعتش بحيجة يعني عارفة هي مش قصة أن أنت تبقي موجودة للمجرد أن أنت موجودة يعني لو مش حيجة حضيف لي فبلش منها فأنا دايما يعني معروفة عني أن أنا بختار بدقة شديدة فمن الصعب على جمانا أنه تلاقي دور تقدمه بنفس المستوى اللي قدمته في رمضان 2020 بمسلسل خيانة عهد واللي ساهم بأنها تتكرم بهاليوم كأحسن ممثلة سعيدة أن أنا بتكرم النهاردة في مهرجان تميز وجودة مهرجان لمصدقية إحنا بنحبه بشكر الدكتور مرسال بشكر كل القائمين على المهرجان بشكر طبعا كمان الجمهور اللي صوت صوت لي عشان أخذ جايزة أحسن ممثلة عربية ويلي ترك بصمة كبيرة عند الجمهور مؤخرا فهو إدوارد بالدور اللي قدمه بمسلسل لؤلؤ والانتهى عبده من فترة قصيرة على شاشة MBC الشخصية قريبة مني أنا أصلا والأستاذ محمد سلمي فجئني قال لي إن شخصية مجد إيلال دي أنا مستحية من شخصيتك أصلا وخصوصا أنا كنت بغني زمان وكنت مدير فرقتي وبعمل كل الشغل ده فأنا ما حسيتش بتعب ومجود في الشخصية ومبسوط بنجاحي مع الفنانة الكبيرة ما هي عمر لأن أنا حسس إنها فيه كيميا بيننا كانت ما شاء الله في المشاهد الدراما والمشاهد الكوميدي كانت كبيرة جدا جمال سليمان يلي أكد أنه الفنانين والفن بشكل عام بحاجة إلى بعض التكريمات خلال الفترة المقبلة والله أنا سعيد جدا بها ده التكريم أنا أولا يعني من حيث المبدأ أنا سعيد أنه يكون فيه تكريم للتمييز والجودة ومو بس تمييز وجودة يعني أنا حابب أحط خطين تحت كلمة جودة لأنه كنت ممكن يعني اليوم بعالمنا المعاصر والسوشيل ميديا ممكن نستحقق الشهرة بأسليب عديدة جدا وسهلة وبسيطة وأحيانا مؤزية وسلبية لكن بنفس الوقت الزيل يعني نبقى متميزين ومشهورين بس نفس الوقت نبقى كويسين واللي تم تكريمه عن مجمل أعماله خلال الفترة الماضية فهو باس الخياط أكيد يعني شرف لي لي أن يكون موجود بهذا التكريم لأنه بالنسبة لي يعني حلو الواحد يعترف بجهدك حلو الواحد يعترف بالشيء اللي عملتي حلو وهذا الشيء بيشكل لك مسؤولية ويمكن هالسنة المسؤولية رح تكون أكبر كمان بعد تأكيد مشاركته إلى جانب يسرى بمسلسل حرب أهلية في رمضان القادم مبسوط جدا طبعا ده واحد من أحلى الحياة اللي حصلتلي في مسيرة المعينية عندما انا اشتغلت مع الأستاذ يسرى بحبها على مستوى الشخصي بغض النظر عن الشغل والحقيقة فيه إضافة بالنسبة لي مش عايزة أقولك بقى الاحترافية والأكسبرينس الكبيرة اللي عندها والحب والإيمان بالممثل اللي جنبها والهارموني والكامستري اللي موجودة